إذن نحن محتاجون إلى أن نعيد الدعوة إلى الله عز وجل نحن خدام الإسلام احتفالنا بأن نذكر بالإسلام أنا مرة حضرت احتفال المولد قديم والله يمكن صاله شيء خمسين سنة سنة 1972 كان أحد الخطباء الله يرحمه توفي كان أخذ من الاحتفال بالمولد يعني إحدى القصائد التي ينشدها هؤلاء المداحون فقال أنتم تقولون كذا ماذا يقولون في قصيدة أولها دع طرق الغي فالدنيا في الكل يفنى والباقي حي والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود فقم وناجي يا ودود إلى آخر قصيدة دع طرق الغي يا مسلم هذه دعوة إلى الله عز وجل فهو يخاطب المنشدين أنتم تقولون هذا الكلام الجميل هل تتفقون على أن نطبقه بالواقع أن نقوم أنا وأنتم فندعو إلى الله عز وجل للناس جميعا نقول يا ناس أتركوا طريق الباطل الغي الباطل الضلال دع طرق الغي فالدنيا في أي بمعنى أن الدنيا زائلة الدنيا سريعة سريعة الذهاب كم وكم من أناس منوا ويريدون أن يشيدوا ولكن ماتوا قبل أن يسكنوا بهذا البناء فدع طرق الغي الغي فالدنيا في الكل يفنى والباقي حي نؤمن بأننا يعني إلى طريق الفناء وأن الله واحد أحد فرد صمد وهو الباقي وهو الذي سيحاسبنا على أعمالنا وينبغي لنا أن نأخذ صورة يعني نحن كم كم نحب الرسول صلى الله وسلم يعني من الصحابة خاصة بغزوة أحد من الصحابة من قتلوا يعني أنفسهم أمام النبي صلى الله وسلم دفاعا للنبي صلى الله وسلم في غزوة أحد انفرد المشركون وليس حول النبي صلى الله وسلم إلا رجلين طلحة والزبير هذين الرجلين أو طلحة وسعد ابن أبي وقاص فثم إنه قال صلى الله وسلم من يشتري نفسه لله من يشتري منها نفسه لله وله الجنة فقام سبعة إخوة من بني السكن يقتلون الواحد للآخر سبعة أخوة من بني السكن آخرهم عمار بن السكن رضي الله عنهم جميعا فقاتل الأول قتل تقل الثاني قتل الثالث الرابع الخامس ماتوا قال صلى الله وسلم ما أنصفناهم يعني كيف ماتوا بين إيدينا ونحن ما عجزين أن نفعل شيئا ثم بدأ سعد بالدفاع عن النبي صلى الله وسلم فكان النبي صلى الله وسلم يأخذ السهم ويعطيه لسعد ارمي ارمي سعد يعطيه الثاني ارمي سعد ارمي سعد في داك أبي وأمي يعني النبي صلى الله وسلم يفضي سعد ابن أبي وقاص بأبيه وأمه وهذه من ميزات سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إذن يعني هل هناك شرف أعظم من هذا الشرف الصحابة أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما حتى من يعني منهم من كان إذا وصل إلى بيته لا يستطيع القعود في بيته إلا وقتا بسيطا ثم يقول أعيدوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ما يجلس خليلا إلا يرجع يجلس خليلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك قال يا رسول الله يعني أنا أحبك حبا جما وأتذكر موتي وأتذكر موتك يا رسول الله فأنت إن ميت فأنت مع النبيين والصديقين والشهداء أما أنا إن ميت فإن كنت من أهل الجنة فأين أنا وأين أنت ويبكي ثم يذهب فلما ذهب نزل جبريل بهذه الآية الكريمة الآية التاسعة والستين من سورة النساء يقول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ هذه الآية ومن يطع الله والرسول إذن أنت تريد أن تراني في الجنة أتريد أن تكون رفيقي في الجنة فهذا هو الطريق ما هو الطريق؟ الطريق هو طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا يعني اللهم احشرنا معهم آمين هذا ما نفتغي بابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشتركوا في القناة